امبارح في نفس الاطار برضو الاقتصادي سقور الداخلية وسقور الرقابة الادارية وسقور شركة مصر للطيران بيعلنوا القبض على 18 مسؤول في شركة مصر للطيران بتهمة ايه الاختلاص والاتجار بالعملة الضرب بيد من حديد اللي تكلم عنه دكتور مصطفى مدبولي وأوصى بيه وزير الداخلية اللي محدش في مصر يعرف اسمه غيرنا محمود توفيق بدأوا فعلا يضربوا بيد من حديد وأبضوا على هذا التشكيل الأسابي هيئة الرقابة الادارية المصرية بتعلن الاتي نشوف الخبر مع بعض أبضوا على 18 مسؤول بشركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني لأنهم ارتكبوا جرائم الاتجار بالعملة والاختلاص والتربح والادرار بالمال العام الهيئة قالت أن أعمال متابعة عوائل الدولة من تحصيل مش عارف ايه و ايه و ايه أصفرت عن وجود تلاعب في العملات الأجنبية و فيه 18 مسؤول اتفقوا انه هم يسرقوا العملات الأجنبية في خزينة الشركة والحمد لله ربنا وفق سقور الرقابة الادارية بقيادة ابن السيسي لو كان لسه هناك عشان يقدروا يحصلوا الفلوس دي و يحربوا السوق السود هل الجماعة دول كانوا من الناس اللي قاعدين مع مصطفى مدبولي اللي كشف السر بتاعهم من برح و قال أنا كنت بقعد مع ناس بيقولي بنشتري من السوق السودة لحقيقة الله أعلم محدش يعني قال لنا لكن دي نقطة برضو محتاجة شوية بحثة لو عندنا نيابة عامة حقيقية ترجمة نانسي قنقر